السلام عليكم ورحمة الله معكم عندي شام أحمد ونبدأي درس جديد إن شاء الله مسلسل دروس تعليم سودورس درس المهاردة عايزين نرسم في شيء مثل عايزين نرسم بورت معانا نبدأ نرسم في الطب الآن ويأتي على سكتش ويأتي على سكتش وحرسم بلايت سنتر اكتنجل من هنا اللي هنا كده وأقول له سمار ديمانشن أقول له الطول ده واللي يكون 100 ملي والعرض بتاعي واللي يكون 200 ملي أقول له إكز سكتش قيمة شيت متل باس فلانج هاختار السمك أو سيكنس بتاعي يقول يكون 1 ملي وأقول له صح على كده حاجة من هنا هقول له إدج فلانج وأطلع إدج من الشفة اللي هنا والطول بتاعها أو الارتفاع بتاعها 50 ملي وأقول له صح ممكن أعمل فتحات هنا ممكن يجي أقول له سكتش كده أرسم سلوت سنتر سلوت من هنا كده وأقول له سمار ديمانشن إن التول ده اللي يكون 50 والرديس بتاعي اللي يكون 10 ملي ويجي أضبط الريليشن إن النقطة دي مع كنترول النقطة دي يكون vertical vertical ويقول له سمار ديمانشن إن الباض من هنا اللي هنا واللي يكون 80 ملي أقول له إكزا سكتش شئت متال إكسترود قط وأقول له صح طيب بعد كده ممكن أعمل كمان بلنيا البترن هنا بتقطب تاعي يعني ممكن يجي أقول له كده هنا اقول Smart Dimension ان كتر السركل دي 10 ميلي ومن هنا لحد center السركل وليكون 20 ميلي من هنا 20 ميلي اقوله feature extrude او sheet metal extrude cut واقوله link to sickness علشان يكون مربوط بالsickness واقوله صح ممكن اجيب قائمية feature واقوله linear pattern الفيتشور اللي انا كنت مختارها مع direction 1 هو الdirection ده واقوله المسافة من واحدة والتانية والتكن 20 وعددهم 8 واقوله direction 2 وعددهم 2 ومسافة الواحدة والتانية 20 واقوله reverse direction للنحية التانية بالمنظر ده كده واقوله صح ممكن يجي دلوقتي اعمل flange هنا فهقوله edge flange وايجي اختار edge هنا كل تكون 50 ميلي واقوله صح وايجي بعد كده اقوله corner break or tram اختار ان اعمل fillet على 5 للهجي دي والهج الهنا والهنا وهنا وممكن ازود the result ويجي دعوه 10 او 20 ميلي واقوله صح ابدا كده كان الدرس بتاع النهر ده لا حد عنده اي سؤال الاستفسار يقدر يبعد لنا على صفحتنا على facebook learn us.org واركاب انتر فانتو يمين ويجب ان اصر الشاشة بودرس جاي ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة